بعد الخلق في حدث مهم جدا في أصحاح ثلاثة من سفر التكوين وهو الفساد دخول الخطيئة إلى العالم السقوط السقوط لأن الرب أعطى حرية الإرادة للآدم وحواء اللي هم رأس الخليقة البشرية وده شيء مهم في حد ذاته وهم أساءوا هذا الاختيار وصدقوا كذبة الشيطان ورفضوا الحق الإلهي وده الحقيقة اللي احنا بنعمله دلوقتي كمان في القرن الواحد وعشرين فالفساد والسقوط دي حقضية هامة جدا كانت ليها نتائج والنتائج دي أثرت على الطبيعة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي لأنه دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت فخليقة الله الأساسية ما كانش فيها موت لكن الخليقة الحالية فيها موت وفساد بلاحظ من الموجود على الشاشة أنه بتتكلم عن أزمنة بداية من الخلق بالضبط كده لأنه ده البدء ده البدء الزمن ففيه هجوم على الخلق وفيه هجوم على السقوط سقوط الإنسان وعلى فكرة الخطيئة نفسها يا أسيس نزار في بعض الناس يقول لك دي حاجة نسبية الناس شايفين في المجتمع ده أن التصرف ده سليم يبقى سليم لكن ما فيش مطلق لكن الله الحق المطلق بالضبط لكن الله هو وضع القوانين لأنه هو الخالق فمن حقه يضع القوانين فحاطة القوانين فلحنا لما نكسرها بنسمها التعدي علشان كده عقوبة الخطيئة هي الموت انفصال عن الحياة اللي هو مصدر الحياة اللي هو الله علشان كده الله جلنا في المسيح علشان يحل هذه المشكلة لأن أنا مهما حاولت أعمل أعمال صالحة عشان أصل لله مش ممكن أصل إليه فالحل هو أنه يصل إليه لو بيحبني يقنف بعد الفساد بنشوف كارثة عالمية عظيمة جدا جدا حدثت في التاريخ وهي طوفان نوح اللي كان طوفان عالمي أغرق العالم كله معدى ثمانية أشخاص نجوا بواسطة الفلك اللي هو نوح وزوجته أولاده الثلاثة وزوجاته بالضبط كده وده اللي منهم تشعبت كل الشعوب عشان كده في الجنس نقول الساميين ونقول ناس لحام وناس ليافس ودي دراسة جميلة وإزاي توزعوا واللغات والأمور دي كلها بعد كده في التشويش أو برج بابل بعد التوفان الناس خرجت لكن ابتدت تعصى الله مرة تانية لأنه لسه الطبيعة ساقطة جواهم فحبوا يعملوا يتمردوا على الله مرة تانية بأنهم يبنوا مدينة وبرج رأسوا السماء يعني يتجه للسماء مش هيوصلوا الأرض بالسماء لكن رأسوا السماء ويعبدوا الآلهة الوثنية عليه فالرب قال في الميثاق بعد التوفان أنه مش هيهلك الأرض بالتوفان مرة تانية فوسيلة عقوبة الله ليهم هي تشتيت الألسنة ومع تشتيت الألسنة ابتدوا يتوزعوا وتوزعوا في مناطق مختلفة وكل المجموعات البشرية اللي توزعت ابتدت تتزاوج مع بعضها فابتدت الأشكال تكون متميزة لكل منطقة فمثلا الناس في شرق آسيا بتلاقي شكل العين مختلف لكن هي نفس العين بتاعتي و بتاعتك القرانية والحضاقية والشباكية كل الأجزاء هي هي نفس الدم ونفس كل شيء هي بس الفكرة أنه فيه دهون في الجفن السفلي والعلوي أكثر من اللي احنا بناخده في الشرق الأوسط وهكذا طبعا دي دراسة جميلة برضو بس أنا مش يعني مش هنقدر ندخل فيها بالتفصيل بعد كده بنشوف مجيء الرب يسوع إلى العالم كالمخلص اللي توعد به في سفر التكوين أصحح ثلاثة عدد خمستاشر أن نسل المرأسة يسحق رأس الحية المسيح ذهب إلى الصليب عشان يدفع تمن الخطية لأن أجرة الخطية موت مش أجرة الخطية أعمال صالحة عشان تعوضني على الأخطاء اللي بعملها أجرة الخطية موت يعني انفصال عن الله مصدر الحياة وبعد كده الاكتمال المجيء التاني فشوف قد إيه كل دولا متكملين مع بعض